السلام عليكم متابعي قناة طابتنا رب نمل أنكم بخير وأنكم مستعدون لحلقة جديدة مليئة بالمعلومات المفيدة لا يخف على أحدنا الأهرامات بنيت قبل الميلاد بقرون من الزمن لكن ما قد تجعله الأغلبية معلومات أخرى كعدد المشاركين في بنائها وما قد يحتاجه بناء شبيهة لها في عصرنا الحالي فعندما يتعلق الأمر بالأهرامات فهناك أشياء كثيرة يمكن أن تدهش من يطلع عليها وفي هذه الحلقة نعتزم مشاركتكم مجموعة منها وزن الحجارة عندما يتعلق الأمر بحجم الأهرامات فلا أحد سينفي ضخامتها والإحساس بالصغر الذي تتركه في نفس من يقف قريبا منها وبعلمه أن بنائها كان في عصر لم تتوفر فيه آلات الرفع الحديثة فالدهشة يزداد وقعها على الشخص ورغم مرور آلة في السنين منذ إنشائها إلا أن سرها ما يزال خفيا حتى على البحيثين الذين اعترفوا أكثر من مرة بعجزهم عن تحديد طريقة بنائها وإن تم بواسطة آلات خشبية كبيرة لتسهيل تحريك الكتل الصخرية أو أنه تم بالاعتماد على جر هذه الأخيرة لمسافة طويلة خاصة وأن الأهرامات ما تزال شامخة في مكانها فهارم خوف على سبيل المثال يتكون مما يقارب مليونين وثلاثمائة ألف كتل صخرية من الحجم الكبير والتي يقارب وزن واحد منها طنين ونصف ما يعني أن وزن الهرام كله يقارب خمس أطنان وسبعمائة وخمسين ألفا وهذا بالنسبة للهارم الواحد فلكم تتخيل ما يخص الأهرامات الأخرى تحريك الكتل الصخرية من الأمور المحيرة حول بناء الأهرامات ما يتعلق بكيفية نقل الكتل الصخرية من المقالع وأماكن يعددها حتى إضافتها للأهرامات التي يساعد شكلها على تبسيط المهمة فهارم الجيزة الأكبر على سبيل المثال مكون من أكثر من مليونين وثلاثمائة كتلة صخرية من الحجار العادية والغرانيت التي نقلت من أماكن مختلفة لمسافات طويلة تحت حرارة الشمس السخنة وفي سبيل اكتشاف السر العصي طرح المختصون فرضيات حول الطرق المستخدمة لنقل هذه الكتلة الصخرية خاصة وأن نقلها كان عبر رمال الصحراء التي زادت الوضع سوءا ومما اقترحوا عن المهندسين وقتها ربما لجأوا لصب الماء على الرمال لتقريب من مقاومة هذه الأخيرة وتسهيل صنع مصر تمرر منه باقي الكتل ولكن حتى يوم من هذا ما تزال الطرق المستخدم مجهولة وإن كان الكثير من الباحثين متفقين عن نظريات موحدة عمل البناء حتى وقت قريب كان الاعتقد سيدحو المشاركين في بناء الأهرامات أنه من العبيد الذين فرض عليهم العمل ليل النهار إلا أن اكتشافا لعالم الآثار المصري زاهي حواس سنة 2010 أثبتت العكس فقد وجد مقابر جماعية يعتقد أنهي العمال المساهمين في بناء الأهرامات وقد دفنوا فيها بشكل شرفي مرفوقين بقطع من الخبز والبير لأعتقادهم أنهم سيحتاجونها في الحياة اللحقة وهو ما لم يكن ليناله العبيد في مصر القديمة علاقة الأهرامات بالكهرباء ستفتراد قديم بأن الأهرامات قد تكون أول منشآت لتوليد الكهرباء في التاريخ البشرية عبر حشدها للطاقة التي تحاولها إلى طيار كهربائي ورغم غياب دليل حسي واضح على هذا الاعتقاد إلا أن من الباحثين من يعتمدون على رسوم جدارية وهيروغليفية تظهر أشخاص يحملون مشاعر مضيئة دون نهر معتبرين أنها تظهر تطويع الفراعين للكهرباء واستخدامها دون الحاجة إلى سلاك لنقلها ويزيد على ما سبق النهر منجيزة الأكبر مثلا كان محطة لتوليد الكهرباء أو جامعها باستخدام المياه القريبة منه ليكون بمثابة محطة هيدروليكية تعتمد على قوة طيارات المائية لإنتاج الكهرباء لكن هذه الفرضية كلها وما شبهها لم تلقى قبولا في الأوساط العلمية وصرعان ما تم تجاوزها المدة الزمنية المحتاجة لبناء هرم واحد يبلغ ارتفاع هرم الجيزة الأكبر 138.8 مترا فيما يبلغ طول كل واجهة من أعلى حتى قاعدتها 230.4 مترا ومن المعتقد أن الانتهاء من بنائه يحتاج إلى 20 سنة كاملة من العمل وأن الورشة لم تكن تخل من كتلة صخرية جديدة كل 5 دقائق وهو ما يبدو مسحيلا استنادل على ثقل كل كتلة والمسافة التي كان من الضروري أن يقطعها العمال لنقلها من المقالة لمكان البناء إضافة طبع الإنرافها لتشكيل شكل الهرم إلا أن هناك من طرحه فرضية كون عملية البناء تمت من الداخل نحو الخارج بشكل حلزوني أي أن العمال اتبعوا تصميم ابتداء بإنشاء الغرف الداخلية والانتهاء بالواجهة الخارجية كلفة بناء هرم في العصر الحديث حتى مع ابتلاكنا من الوسائل والآلات والخبرات الشيء الكثير والأنواع المختلفة فبناء هرم واحد كهرم جيزة لن يكون سهلا فكبداية نفتقد للرسم الهندسي للهرم خاصة غرفه الداخلية ومصاراته حتى لو نجحنا في السنساخ الرسم الهندسي لإحدى الأهرامات بطريقة ما فعملية بناء هرم بالطريقة ذاتها التي اعتمد عليها المصريون القدماء قد تصل تكلفتها إلى خمس مليارات دولار قبل الزيادة والتغير حسب الدولة التي ستحتضنها عدد العمال بناء هرم واحد كان تحديا صعبا سواء تعلق الأمر بالمجهود المبذول أو تكلفة البناء أو حتى مدة تنفيذ وبالنسبة للأياد العامل على المشروع فقد التزم أصحابها بالعمل لعشرين سنة أميرين النجاح في بناء ما سيصبح من رموز قوتهم ودون أن يعلموا يقنا أن جهودهم ستكللوا بالنجاح المنشود ولبناء كل هرم يعتقد المختصون للمهندسين اعتمدوا على إنشاء منصات حلزونية حول الهرم لتسهيل رفع الكتل الصخرية إلى مكانها بالاعتماد على قوة العمال الجسدية والذي كان عليهم جر كل كتل صخرية لإيصالها إلى موقعها المناسب كما يعتقد أيضا العمال بذل مجهودات فقط تصور لاعتقدهم بأن ذلك سيسر من حياتهم في العالم الآخر فلم يستثلموا كل ما واجهوا عقبة وإنما عملوا على تجاوزها أما عدد العمال المشاركين في العملية كلها فليس بمحدد إلا أن واضح أن مشاريع من هذه النوائية تحتج مئات الأياد العاملة وهذا دون احتساب العاملين في المقالع والمكلفين بعملية النقل والحراسة والتموين قرب الأهرامات من المياه من أول ما قد يلاحظه الشخص حول الأهرامات أنها مبنية على مقربة من المياه وبالضبط من نهر النيل لما له من أهمية في مصر القديمة وحتى المعاصرة فهو شريان الحياة الذي يشرب منه أهل البلد ويسقن به مزرعاتهم التي يتناولونها ومن مياهه يسقن عطش حيوانتهم التي يعيشون من لحومها وألبانها وما توفره من خيرات وبالتالي كان من المفهوم سبب بناء الأهرام في أماكن مجهورة له فحتى عملية إطعم العمال ستكون أسهل وستكون المنشآة الجديدة جزء من الأماكن الحضرية ما سيكسبها شهرة أوسع مقارنة ببنائها مثلا في منطقة صحراوية معزولة وإضافة إلى كل ما سبق فعمليات نقل مواد البناء من المقالة مثلا تصبح أسهل عبر وضعها على مراكب تحملها مياه نهر النيل قبل أن توصلها إلى مكان العمل وهي ما قد تكون الطريق الأساسي لنقلها إلا إن اضطر المهندس لنقلها عبر الصحراء إن تعذر عليهم استخدام مياه النهر الحيوي محاولات تدمير الأهرامات وإن بدت الأهرامات من بعيد ذات جمال وإتقان في الصنة إلا أن منها ما تعرض لتخريب محاولات تدمير كما هو الحال مع هرم منقرع الذي تحتوي إحدى واجهاته على حفرة كبيرة نتيجة محاولة تدميره على يدي الملك العزيز عثمان بن صلح الدين وهو ثاني صلاطين أيوبيين والذي حاول أن يدمر الأهرامات في القرن الثاني عشر ميلادي إلا أن محاولته باءت بالفشل نظر لما كانت تطلبه العملية من جهود ولم ينجح إلا في التسبب بأضرار قليلة لأصغرها وحتى بعد سعانته بمهندسين ومختصين لحساب الكلفة التي ستحتاجها عملية الهدم وجد أن التكليف قد تماثل التي احتاجها الفراعين لبنائها وبعد تماني أشهر من العمل توقف عن المحاولة بعدما لم يستطع فريق الهدم إزالة أكثر من كتلة سخرية حتى إثنتين كليهم وبعد مرور كل القرون الماضية ما تزال أهرامات مصر في مكانها موضحة ما يستطيع الإنسان بناءه إن توفر على الرغبة والقوة اللازمتين وإن كان ذلك على حساب عمال لم يخلد التاريخ أسماءهم وبهذا نصل إلى نهاية حلقتنا لهذا اليوم والتي نأمل أنها نرت إعجابكم لا تنسوا تسجيل إعجابكم بها ومشاركتها مع أصدقائكم ولتعليقاتكم واقتراحاتكم وانتقاداتكم فتعليقات مفتوحة أمامكم أما إن أردتم مشاهدة المزيد فحلقاتنا السابقة متاحة على قناتنا التي يمكنكم الالتحاق بها وتفعيل خاصية الجرس لتوصل به شعار فور نشر حلقة جديدة